مشروع البحر الأحمر أحرز تقدما كبيرا خلال فترة عام وما زلنا على جدول الزمني لاستقبال أول الزوار في 2022 أما كل المرحلة الأولى فستنتهي في 2023 ولدى اكتمال هذه المرحلة سيكون لدينا 16 فندقا و3000 غرفة فندقية هذا بالإضافة إلى مطار دولي وكل البنية التحتية المرافقة بما فيها أكبر المنشآت للطاقة المتجددة في العالم من حيث الإرسال الليلي وما هو حجم المشاريع التي طرحت حتى الآن وهل هي تأتي فقط ضمن إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص حتى الآن منحنا عقودا بقيمة 7 مليارات ريال 75 إلى 80% منها منحت لمطورين سعوديين بالإضافة إلى بعض المطورين العالميين كذلك نحن نقترب من منح عقد جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الخدمات المركزية للمشروع وهذا يشمل الطاقة المتجددة بنسبة 100% والمياه ومعالجة مياه الصرف وإدارة المخلفات ومع نهاية السنة نتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 15 مليار ريال وهذا يشمل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود تقليدية نستخدم مزيجا من الاثنين ما هي تقديراتكم لتكلفة المرحلة الأولى من هذا المشروع؟ وهل تأثرت التكاليف بجائحة كورونا؟ هل أثرت عليها بأي طريقة؟ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع قرابة 30 مليار ريال وحقيقة جائحة كورونا ضغطت نزولا على التكلفة بسبب التباطئ العام في الاقتصاد وبما أننا في مرحلة متقدمة من المشروع قادرين على الاستفادة من ظروف السوق الأكثر ليونة أود أن أسألك الآن عن تكاليف أو الحاجات التمويلية نحن نعرف بأنه كان لديكم محادثات مع بنوك محلية من أجل حصول على تمويل ب10 مليار ريال أين أصبحت هذه المحادثات؟ وهل هناك محادثات مع بنوك عالمية؟ نحن في المرحلة الأخيرة من توثيق خط ائتمان مع خمسة بنوك سعودية لاقتراض أكثر من 10 مليارات ريال قرابة 14 مليار ريال من كونسوريوم من البنوك ونتوقع الانتهاء من ذلك مع نهاية السنة ليتماشى ذلك مع تطور المشروع